السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الحادي عشر أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من درس أداء الأمانات تعالوا بنا نتعرف أهداف درسنا إذ يتوقع من الطالب في نهاية هذه الحصة أن يتلو الآية التاسعة والخمسين من سورة النساء تلاوة صحيحة وأن يفسر المفردات الواردة في الآية الكريمة وأن يشرح الآية التاسعة والخمسين من سورة النساء شرحا وافيا وأن يستنبط الدروس المستفادة منها وقبل أن نتلو الآية الكريمة نذكركم بالآية السابقة في الدرس السابق قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فنطرح هذا السؤال بما أمرنا الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أحسنت أمرنا الله عز وجل أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وأن نحكم بين الناس بالعدل فارك الله فيكم أما الآية التي سنقرأها بعد قليل تتحدث عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر وتتحدث أيضا عن عواقب عدم الالتزام بالطاعة وهدفنا الأول في هذا الدرس هو أن نتلو الآية التاسعة والخمسين من سورة النساء تلاوة صحيحة فانتبه جيدا عزيز الطالب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أما الهدف الثاني في هذا الدرس فهو أن يفسر الطالب المفردات الواردة في هذه الآية الكريمة فمن المقصود بأولي الأمر منكم؟ أحسنتم العلماء والأمراء فكلاهما من أولي الأمر ما المراد بقوله فإن تنازعتم في شيء آآآت التنازع هو الاختلاف فإن اختلفتم فالمراد بقوله فردوه إلى الله والرسول نعم ردوه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما المراد بقوله وأحسن تأويلا نعم أفضل عاقبة ومصيرا إجابة موفقة وغلق الهدف يكون بهذا السؤال املأ الفراغات بما يناسبها فيما يأتي اختلفتم ما الكلمة من الآية تدل على هذا المعنى أحسن تنازعتم وأولي الأمر منكم ما المقصود بأولي الأمر منكم جميل العلماء والأمراء أفضل عاقبة ومصيرا رائع وأحسن تأويلا والهدف الثالث الذي معنا في هذا الدرس هو أن يشرح الطالب الآية التاسعة والخمسين من سورة النساء شرحا وافيا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما الذي يفيده النداء بلفظ الإيمان يا أيها الذين آمنوا أحسنت أحسنت يفيد أن ما يأتي بعد هذا النداء أمر مهم لا بد أن تنتبه إليه جيدا وماذا بعد رائع يذكرك بأنك في ركب الإيمان فلا بد أن تستجيب لأمر الله عز وجل يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك انتبه لهذه العبارة جيدا فإنه خير يأمر به سبحانه وتعالى أو شر ينهى عنه يعني ما يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا ما يأتي بعد هذا النداء إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه عزيز الطالب تأمل هذه الآية جيدا يا أيها الذين آمنوا قلنا أن ما يأتي بعد النداء خير أو شر تنتبه أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ما الذي يأمرنا الله عز وجل به في هذا النص القرآني أحسنتم يأمرنا بأنواع الطاع وأنواعها ثلاث يأمرنا بطاعته سبحانه وتعالى ثم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بطاعة العلماء والأمراء لكن السؤال المهم إذا كان الله عز وجل قد أمرنا بطاعته وبطاعة رسوله وبطاعة أولي الأمر فهل تتساوى طاعة الله وطاعة رسوله مع طاعة أولي الأمر؟ لا لماذا؟ لماذا؟ لأن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله طاعة مطلقة إذا أمرك فلا بد أن تأتمر بهذا الأمر أما طاعة أولياء الأمور ولي الأمر سواء كان العالم أو الأمير فطاعتهما طاعة مقيدة بشرط ما هذا الشرط؟ أن تكون هذه الطاعة في غير معصية الله ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية إذا أمر الإنسان بمعصية يقول النبي فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أمرنا الله عز وجل بطاعة أولي الأمر وعلمنا أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء فما وظيفة كل منهما الله عز وجل جعل العلماء أولاة على الدين في حفظه وبيانه كذلك جعلهم من المدافعين عن الدين بالحجج والبرغين ومن وظائفهم أنهم يردون على المنحرفين شبههم أما الأمراء فجعل الله عز وجل لهم الولاية على الرعية وجعلهم أيضاً وجعلهم أيضاً محافظين على أمن واستقرار البلاد والعباد ومن وظائفهم أنهم يحققون مصالح الناس أريد منك عزيز الطالب أن تتأمل هذه الآية جيداً قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إذا اختلفنا في شيء فإلى من نحتكم؟ يا سلام بارك الله فيكم نحتكم إلى كتاب الله عز وجل وماذا بعد؟ نعم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لماذا؟ لأن فيهم الحكم الفصل عند اختلافنا مع بعضنا وماذا بعد؟ لأن العودة إلى الأصل القرآن الكريم والسنة النبوية هما الأصل فالعودة إلى الأصل هي الأصلح لنا في ديننا ودنيانا ولنغلق بهذا السؤال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما الأمر الوارد في هذه الآية الكريمة؟ نعم أمرنا الله عز وجل بطاعته وبطاعة رسوله وبطاعة أولي الأمر أمننا بارك الله فيكم وهدفنا وهدفنا الرابع والأخير هو أن نستنبط الدروس المستفادة من الآية التاسعة والخمسين من سورة النساء عزيز الطالب أطيع الله عز وجل وأطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر وفي كل ناهي وماذا بعد؟ استفدت أن أطيع العلماء والأمراء لكن في غير معصية الله جميل وماذا بعد؟ استفدت أيضا أن أثق في الشريعة الإسلامية وفي تشريعاتها الراقية وفي دورها في إصلاح المجتمع بل وإصلاح الكون بأسره بارك الله فيكم وصلنا إلى الغلق الختامي وكما اعتدنا نغلق بسؤالين السؤال الأول العلماء أولاة للأمر العلماء والأمراء أولاة الأمر السؤال يقول العلماء أولاة للأمر جعلهم الله تعالى حفاظا على الرعية أم الدين أم النظام والحقوق أم الأمن والاستقرار أحسنتم جعلهم الله تعالى حفاظا على الدين بارك الله فيكم والسؤال الثاني ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة أمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله طاعة مقيدة أحسنت إجابة خاطئة لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته وطاعة رسوله طاعة مطلقة لا شرط فيها الله عز وجل يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا النداء بقوله يا أيها الذين آمنوا يذكرنا بالعهد الذي عاهدنا الله عز وجل به إجابة موفقة صح نعم طاعة أولاة الأمر تكون طاعة مطلقة خطأ طاعة أولاة الأمر من العلماء والأمراء تكون طاعة مشروطة والشرط أن توافق وتطابق طاعة الله تعالى طاعة رسوله إجابة موفقة وبارك الله فيكم إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا نشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأشترككم على آمل